بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة اكسس ورات مدام ويدا بحييكم. النهر ده ان شاء الله بنشوف فيديو جديد بعدوان سنة انشاءة جيدة طبعا زي ما انت عايزها. احنا عارفين طبعا ان فترة المركض اصعب فترة بتمر على الابن والابنة وعلى الاهل كمان. دي الفترة اللي بيكون ابنك كبر فيها وبيشعر بمشاعر الرجولة وعايز يزبط ذاته وانتي كام بكل اسف لسه بتبصيله وبشوفيه قدامك على انه مازال طفل صغير بتحاول تعتني به كام وتدي له مزيد من الرعاية والحب والعطف كطفل. هو طبعا مش عايز الكلام ده. هو بيبقى متضايق منك ويقول لك انت كده بتخنقيني انت ام خانقا انت ام صعبة او انا مش بحب كده وتلاقيه بيزهق ويتعصب بسرعة. اه طبعا بيكون في مشكلات كتيرة بين الطفل وامه. اه بيحس بالقلق والتوتر وانه هو غير مرغوب فيه وانه هو منبوز وانه هو مش محبوب. والمشكلة بتبقى افزع لو كان هو عايش في بيت. يعني حد احد الابوين ابوه او امه نرجيسي. بتبقى صعبة قوي. بيبقى الطفل في الحالة دي بيتدلى الاقت كتير اه او بيتعامل بعنف كتير ومزيد من من الصخرية والنبز. فده بيطلعه طبعا انسان عصبي ونرجيسي. تعالي اقول لك ازاي تتعاملي معاه. اه اول حاجة لازم تتحلي بالصبر. الصبر والليك تبعيدي تماما على العنف وتبقى طويلة البال. طبعا مش انت الوحدك انت وام وابوه واللي موجود معاك في الاسرة. الاول عايزين نعرف ايه هي اسباب زيادة عصبية المراهج. طبعا احنا بنشوف مراهقين عصبيين جدا بيكسروا ويرزعوا ويعلوا صوتهم ولا وما بيحترمش امه وابوه وبيبقى اسف البيت وردود فعله عنيفة. وفي مراهج تاني بيكون منطوي على نفسه وكئيب وحزين ودايما صامت ودايما غامض ودايما قافل على نفسه الباب وفي حاله كده يعني ساكت فالام برضه بتتعذب وتبقى عايزة تفهم هو ماله كده وفي ايه اللي خلاه كده. في كلتا الحالتين ازا انت حاولتي معاهم ومعرفتيش تحتويه ازا كان عصبي وعنيف وقال لا ازا كان منطوي وحزين ومتقوقع على نفسه. في الحالتين دول لازم تستشيري اخصائي علاج نفسي. الدكتور طبعا. اه اما بقى لو كان شخص عادي اعملي معاه الحاجات لان اقول لك عليها. قبل ما اقول لك اتعملي ايه? تعالي نفهم ايه هي اسباب زيادة عصبية المراهج. اول حاجة لو كان الابوين فيه بينهم مشاكل كتيرة ومشاحنات ومشاجرات وتوتر من ايام كان هو طفل صغير. يعني هو نشأ في بيت. الام والاب دايما بيتخنقه. دايما في صوت عالي صوت مرتفع كل فيش اي تفاهم بينهم. دايما شغار دايما خناء. آآ بي لازم الطفل طبعا اللي هو كبر بقى مراكب ازيهم. لان هو طبعا بيقلد امه وابوه وعايش في جو كده فبالنسبة له يبقى حاجة عادية. ما فيش اي حاجة آآ متغيرة. تاني حاجة غياب القدوة الصالحة للأسرة. يعني كأن مسلا يكون القب سيء الاخلاق. بيتعصب بيتشجر بصوت عالي. او تكون الام كزالك. ممكن يكونوا آآ منهم بيتعاطوا المخدرات او المهدئات. او بيشبكوا حل البلتكسرة. او دايما المتشجرين مع بعض ما فيش تفاهم. بيبقى معنى ودايما بيتكلموا آآ افعالهم واقوالهم آآ صعبة جدا فيها شيء من الحدة والعنف. فبالتالي المراهج بيقلد. وهيطلع مكتسب لنفس العادة اللي يتفاهم بالشجار والعنف والعصبية. بعد كده في العادات والتقاليد لدى الاسرة. يعني مسلا لو الاسرة دي متربطة ومتحبة. وبيتكلموا فيه بينهم حب ودفء وود واحترام متبادل. والأب بيحترم الأم والأم بتحترم الأب. والأطفال الكبير بيحترم الصغير والصغير بيحترم الكبير. واسرة عريقة عندهم مبادئ وقيم. آآ طبعا الطفل اللي كان صغير ده هينشق على الجو الجميل ده. فيطلع انسان سوي ويطلع انسان مثالي. وهو ده المراهج اللي كلنا عايزينه. فأهم حاجة العادات والتقاليد لزق الأسرة. ازا في احترام متبادل ازا في حب متبادل. هينشق هو بالطريقة دي. آآ بعد كده آآ المراهج بياخد العصبية كنوع من لفت النظر. يعني هو بيتعصب ويتشجر ويكسر ويعلي صوته علشان يلفت نظر اهله انه هو كبر. انه هو مهم. انه هو ليه رغبات وليه احتياجات. المفروض انه امه وابوي يهتموا بيه. وده دايما بيكون الطفل يا اما بيكون اول واحد يا اما بيكون في الوسط. حاسس وخصوصا ده بيكون موجودة عند الاسرة كثيرة العدد. بيكونوا آآ الام والاب مهتميين باعمالهم علشان يجا يوفروا متطالباته الاسرة ومنشغلين عنه. مش واغدين بالهم منه. فهو عاوز يثبت ذات وعايز يلفت نظرهم انه هو موجود وانه هو ليه رغبات وانه هو انسان مهم. والحاجات الجديدة اللي اتغيرت في المراهج لما بيبدأ يكبر. طبعا احنا عارفين فيه تغيرات نفسية وجسمية. المفروض ان الام والاب بياخدوا بلهم منه. كمان ادارة الوقت آآ المراهج ما بيكونش عنده حسن السغلاء للوقت. او بيدير الوقت بتاع. بيكون عنده كسير من المهام والانجازات اللي هو عاوز يعملها. عاوز يزاكر. عاوز يروح ياخد الدرس بتاعه. عايز ينزل يلعب رياضة بتاعته. ماتش الكرة. او سباحة. او عاوز يخرج مع اصحابه. عايز يروح ينادي. عاوز عنده متحان. عنده آآ آآ حاجات رغبات كده عاوز يعملها. عنده حاجات على النت هيعملها. هي تابع آآ وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. ازا مسلا نازل يا قبل صحبته اللي هو بقى واقع في الحب في معها حاجة جديدة يعني حصلت عنده. آآ فده شعور جديد بتخليه يبقى عصبي. ويبقى مش فاهم ومدرك اللي بيحسه. في مشاعر جديدة جواه جياشة. ومكسوف يحكي لأي حد خجلان عاوز يفهم ايه هو ده. خصوصا ازا كان هو مش من اللي بيحبوا يقرؤ. ولو كانت مامته او بابا ماش مصقفين كفاية. بحيث ان هما يحتووا ويقربوا منه. كمان نظرة الاهل المثالية للمراهج. يعني عايزين المراهج بتاعهم يبقى نسالي. بمعنى ايه? بمعنى ان هو لا يخطأ ولا ينفعل ولا يتعصب ابدا. دايما كده يقول حاضر ونعم. مفيش حاجة غير كده. في الحالة دي المراهج ده ما عندوش آآ مش هيزبط ذاته ومش هيقدر يفكر فين شخصيته وفين اسلوبه وفين تفكيره. هو بس بيطيع اللي طاعة العامية. احنا عابفين ان فيه بعض الاسر بتنشأ آآ ابنهم على الطريقة دي. في الحالة دي المراهج ده بيحس ان هو آآ عنده ضغط نفسي عالي جدا. وفاهم ان كده الاخطاء بتاعته مش آآ الاسرة مش هتقبلها. لان هم عايزينه حاجة آآ مثالية. يهتم بمظهره. يهتم بمذاكرته. يهتم بدروسه. آآ يرتب الحجرة بتاعته. آآ يروح آآ آآ لما يطلبه منه اي حاجة يقول حاضر ونعم يعني النظرة المثالية ليه يعني آآ هو طبعا لازم ينفعل ولازم يغضب ولازم يعبر عن رأيه. ولازم يرفض ولازم يقبل يعني انسان لازم يؤدي كل التصرفات الانفعالية بتاعته. كمان هنا في الفروق الفردية. يعني مثلا الاسرة اللي لديها عدد من الاولاد بيبقى فيه فروق فردية بين الاطفال ومش كلهم زي بعض. فيه شخص عصبي فيه شخص هادي فيه شخص منفعل فيه اندفاعي فيه خجول. فلازم هنا الام تراعي شخصية ابنها طبعا هي اللي ربته هي اللي عارفة وفهمة لان هي اللي عيشة معاه طول الوقت. وملاحظة اه التغيرات اللي حصلت عليه لما كبر. فالمفروض ان هي ما تقرنوش بحد من اخواته. ما تقرنوش بحد من اولاد ده عمومته. من اصدقائه من جيرانه. تقولوا ده احسن منك ده افضل منك. لا تتعامل معاه هو على ان هو انسان ليه احتياجات خاصة وليه ظروفه. خصوصا لو كان المراهج ده كمان من زاوية الاحتياجات الخاصة لازم تخلي بالها وتتعامل معاه لانه انسان طبيعي ولا يقل عن الاسوياء وانه هو انسان محترم وتحترمه وتحترم ذاته لانه ممكن ده يكون عبكري. ممكن يتتولد عنده مواهب جميلة عنده طريقة الابتكار والابداع اكتر من العاديين. آآ كمان لازم تعرف ان هو ليه شخصيته وليه قدرته الذاتية ممكن يكون آآ اكثر زكاء من اخواته ومن قريبه ومن اصحابه. فما تعودش دايما ان هي ايه? آآ تقارن بني. يعني ابن عمك احسن منك. آآ ابن الجيران جاب درجات اعلى منك. انت وحش. انت فاشل. انت ضعيف. انت مش شاطر. انت مش نفع في اي حاجة. كل دي كلمات احباط. فبتولد جواه طقة من العنف والانفجار. وممكن تؤدي العواكب وخيمة. كمان يجد عليك كأم ان انت تلاحظي التغيرات اللي ترأيت على ابنك في فترة المراكة. تلاحظي طبعا صوته تغير. يعني في اللي هي الصفات النفسية اللي ظهرت عليك دي. لانه دخل مرحلة دي ده غير مرحلة التفولة. فبيكون هنا في انفعالات جوا شخصيته. آآ بلازم آآ بدل ما يكبتها لازم يطلعها. فحاولي تقربي منه وتخديه كصديق. طبطبي عليه وتحتويه. لحظة ما يتخانق ويتعصب. سيبيه يهدى شوية وبعد كده اعرفي في ايه. هنشوف دلوقتي طرق التعامل مع المراكة العصبي. اول حاجة المفروض ان انت كأم تزرعي السيكة في نفسه. وتحييي الفرصة ليه ليحق ذاته وتشجعيه. آآ وبكده يعني تخلي يبقى عنده كدب كده من الخصوصية والاستقلالية. ما تحسسهوش ابدا ان هو محور شك. يعني لو غلت في مرة آآ خلاص سامحي. او فهمي انت غلطت في ده بس فهميه بعد العصبية ما تهدى. يعني مش هو في وقت العصبية. تردي عليه بعصبية وبعنف. وتبقى كده اده لاتنين تشجار متبادل كده غلط. فانت حاسسي ان انت بتهتمي به وبتديله واسقة فيه. وطبعا هو عنده اسرار الخاصة. لو حبيتي تفتش في اغراض الخاصة. ده يكتبه زي دفاتل وتشوفي ايه الحاجات اللي هو كاتبها. ايه الاسرار دي. انت شوفيها من غنة تجيبي له سيرة. يعني انت طبعا مش بتتجسسي عليه. انت بتشوفي اه بتقليبي وراه علشان تفهمي هو في ايه? ايه المشكلة اللي عنده? من باب خوفك عليه كأم. لكن خليك يعرفتي اسرار. تروح تفشيها كده وتقوليها له. وتكلميه فيها قدام اخواته. او قدام صحابه او قدام بابا. لا كده غلط. انت تعاملي معاه بهدوق. وقولي له ان انت حدا قلك او انت حسيتي او انت شفتي في الحلم او قلبك قلك ان انت قلقان عليه وخايف عليه وعرفت عنه كذا كذا. وتنقشي معاه بهدوق كده وبالراح. كمان اتعاملي معاه باللين واليسرق. ومتتشدديش معاه ومتدخليش في كل ما ما يعنيه. يعني ايه? يعني هو عنده اسرار عايز يحتفظ بيها. عشان يشعر انه هو واحد كبير ما هواش طفل. زي ما انت لكي اسرارك ويعيب انه هو يفشيها او يتجسس عليك ويعرفها. هو كمان انسان كبير برضو ليه احتياجاته الخاصة وليه اسراره. وعايز يحس ان هو واحد كبير عنده نوع من الاستقلالية. ياريت لو كان في غرفة في البيت يبقى مخصصة ليه? آآ علشان يحس بذاته ويحس باستقلاليته وان هو ليه حياته آآ وان هو مش مش تابع ليكي او ان هو ما زال طفلا. لا كواحد كبير. كمان ساعديه على انه يتخذ القرارات الخاصة بيه. زي ايه? زي نوع تعليم. يعني مثلا اصل للمرحلة السنوية آآ واكتازها. يعني خليه يختار هو المدرسين اللي هياخد آآ عندهم الدروس. خليه يختار زي كان هيتبس المجال الادبي او المجال العلمي. خلي طبعا يدخل الجامعة. يختار هو كليته. يختار نوع الدراسة اللي هيدرسها. يختار ملابسه. يختار آآ اصدقائه. يختار كمان نوع الرياضة المفضلة لديه. مش انت اللي تفردي عليه اصحابه ولا تفردي عليه النادي او تفردي عليه النوع الالعاب اللي يلعبها او الرياضة اللي يمارسها او او ايه الانشطة اللي يشوفها على الانترنت. لا ملكيش انت دعوه بالحاجات دي خليه هو يختارها بنفسه. علشان كده هو بيستقل بشخصيته. وعلشان يعتمد على نفسه. لو لاحظتي مرة بان في حد من اصدقائه اصدقاء سوء ومش حاجبك تصرفاته. هتعملي ايه وتتصرفي ازاي في الوقت ده. آآ جمعي معلومات عن الصديق السيء ده. يعرفي عنه حاجات مؤكدة. من تحت لتحت طبعا يعني بطريقة غير مباشرة. وبعد كده تعالي وجه ابنك بيها. بس وانت قاعدة معه لوحدكم. وبهدوء من غير ما اخوته يسمعه ولا بابا يسمع. انت يا ابني يا حبيبي فلان ده. كزا كزا كزا. انا سمعت عن بابا ومامته بيعملوا كزا كزا. كأن يتجروا مسلا في المخدرات. او بيتجروا في الممنوع او هو بيتعطى الكحوليات. او اي مشكلة او حاجة سيئة انت خايفة منه. او حد في اهله مسلا مجرم عندهم قضايا. فانت انصح ابنك كده بهدوء. والطمين عليه ما يكونش متورط معاه في اي حاجة غلب. وكده ابنك هيقتنع وهيبعد لوحده وهيختار بنفسه. وحسسي انه هو صاحب الكرار. انه هو اللي هيبعد عن صاحبه ده. او هو اللي هيتقبله ويتباعد عنه. كمان ابنك لو عمل اي مشكلة قدام اصحابه اوعي تحرجيه قدامهم. ولا توجيه لأي لوم ولا اي نقد قدام اصحاب. ولا جيران ولا حتى اخواته ولا بابا. عمل اي خطأ. ابلعيه كده ويد شوية. او نجيله في دخولي قطه. وقوليله انت ليه عملت كده غلط. انت عملت كده كزا. نفت تصرف كزا. عايزة توبخيه وبينك وبينه. وبصوت هادي. ما توبخوش قدام حد. عشان كده يحس ان انت بتحترميه. عشان يحترمك وعشان يكون عنده مشكلة يجيلك. لان انت الوحيدة اللي عايزة احسن منك انت وبابا. فانت اصرفي معاه بالطريقة دي. مش باسم الدلع. خصوصا قدام اخواته الصغيرين. قدام زميله. قدام اصدقاءه. قدام جيرانه. قدام الضيوف. قدام اي حد ليه لانه كبر وما هواش طفل. عند غضب وتجنابي اللجوء لاسلوب العنف والقصوة. او او تحاول تضربيه زي ما كنت بتضربيه وهو طفل صغير لما كان بيعمل غلط. اولا دلوقتي انت كبرتي وبقيت الكوة بتاعت جسمك ضعفة. قوته هو بسم الله ما شاء الله زادت. فلو حاولت تضربيه هي ممكن يرمي انت ايده عليك. لانه في اللحزة دي هو منفعل وشديد الغضب وما فيش اه قدامه. اه غضبه تجنابي اللجوء للعنف قدامه او القصوة. يعني لهو بيتخانق وبيزعق وبيكسر. ما تعمليش انت كمان نفس السلوك قدامه. حاولت كده ايه? يعني تنحني جانبا لحد ما العاصفة دي تعدي. ويهدى شوية. لانه ممكن تكون حاجة ضيئة من برة. يعني قبل ما يجي البيت. ممكن يكون في مشكلة جواه في نفسيته ومش قادر يقولك عليها. فبيعبر عنها بالغضب. في الحالة دي ما تحاوليش ان انت تعني فيه وتضرابيه زي ما كنت بتضرابيه هو طفل. اه ليه? لانه هو قوي. ممكن يدفعت. ممكن يمدي ايده عليك. لان في اللحزة دي الشيطان بيكون موجود. عمليك صديق. واحرصي على التقرب منه ومنقشته في اوقات الصفاء. يعني في اوقات كده البيت هادي مفيش اي مشاكل مفيش اي حاجة. اخوته نايمين او او ادخلي معاه في الحجرة بتاعته. وعطي كلمي. وكلمي بهدوء كده وحينيه. خليه حس ان انت بتحبيه. وان انت اه امه عايزة مصلحته. ما انتش رايحة تحقق لي معاه. ما انتش رايحة تستجوبيه. عشان يقدر يقولك كل اسراره. ويقدر ياخد ما ايه? يستفيد منك. ومن علمك. لازم انت كمان تكوني امه مصقفة وامه وعية. تختاري الوقت المناسب للمناقشة. ويكون كمان عندك ايه? حلول للمشكلة. وما يكونش عندك حل واحد. يكون عندك عدة مقترحاتها. علشان هو يقدر ايه? يختار المقترح اللي هو يناسبه. ايه وقت تتجسسي على مكالماته ولا على رسائله على الفيسبوك ولا سوشيال ميديا? اهمي لما تيجي تردي عيلة ومسلا كتب حاجة مش عجبكة او في حاجة اه في بوست مسلا مش عجبك. حاول تفهمي ايه اللي ما انتوا نقضيهوش وما توبخوهوش قدام صحابه. وكلميه بينك وبينه علشان تكسبيه بدل ما يعملك بلوك. اه كمان زكريب الله دايما وطلبه منه الاتزام بتعليم دينه. سواء كان. طبعا بس اهم حاجة تكون انت وابوك ملتزمين دينيا. يعني بتقييم الشعائر الدينية في البيت وملتزمين علشان انتوا القدوة بتوعه. حمليه المسئولية القيام ببعض الاعمال الشقة في المنزل. الاعمال اللي انت ما تدريش عليها خليهو يعملها. وخليه بقى مسئول عنها. كأن مثلا يشتري الاغراض من الخارج. خاينه يروح مثلا اي مشوار بالسيارة يروح. يعني اي حاجة ينفع ان هو يعملها. فده بيعز الثقة في نفسه. كمان فاهمي ان البيت اللي احنا عادين فيه المنزل ليه قواعد خاصة. لازم يحترمها. وفيه حدود لكل فرد من افراد الاسرة يجب انه لا يتعدها. بكده وطبعا بتفهميه ان فيه قيم ومبادئ. انتوا كالبيت عندوك او الاسرة بتلتزموا بيها عشان هو كمان يلتزم بيها. فاهمي ان الشجار والعصبية والعنف دي من اعمال الشياطين. دي بتجيب الخراب. ما بتحلش مشاكل. عمري ما فيه مش كلها بتتحل بالصوت العالي. وفاهمي كمان ان الصوت العالي والعنف ده دليل ضعف في الشخصية. مش دليل قوة ابدا. فاهمي انه قوة الشخصية بالثقافة بالعلم بالأدب بالحوار بالهدوء. ده تبقى قوي الشخصية والديكسيكا في النفس. فاهميه كده. حاولي كمان يبقى فيه جو كده من المرح والبهجة في المنزل. يعني مثلا ايه اكتشفي المرح للشخصيته. يعني مثلا هو بيحب النكت. بيحب يعمل شيء من الفكاهة. اتفرجه على فيلم كوميدي. اخرجه روحوا اطلعوا رحلة اطلعوا فصحة. خديه وروحوا اعود في مكان وتكلمه معه بكل هدوء وبساطة. لانه ممكن يكون مسلا بدأت مشاعر الحب عنده تتفتح بيحب صحبته بيحب صديقة من اصدقائه بيحب جارته ويحب زميلته في الكورس زميلته في الجامعة زميلته في المدرسة. فانتي حاولي ان انتي ما تنقضيهوش. وفاهمي ان دي حاجات طبيعية بيمر بكلنا مرنا بيها. وفاهمي ان ده بيكون نوع من الانجزاب. وانه ممكن يكون فيه غطء. ولو كانت صديقته دي بنت كويسة انا عنديك اش مانع. ان انت لما يكبره تعمله خطوبة وتعمله زواج. اهم حاجة ما تعرضهوش علشان ما يتشبس برأيه ويعند معيك. وعلشان يبقى صديق لك يجي يحكي لك كل اسراره. بالطريقة دي تقدر تحتوي ابنك وتقدر يتحفظ عليه وتحميه في الفعلات وتمتصيه وتمتصي غضبه وتكون يعون وسند له ما تكونيش عدوة له. يعني زي الام النرجسية كده. اه بكده الفيديو بتاعنا بيكون انتهاء. اتمنى لكم كل حب وسعادة مع اولادكم وحبيبكم. اه وكده اه حبيب.